الأستاذة شاهندا بتتكلم عن إن الزوج طريقته صعبة جداً مع الأولاد يعني بيزعق بيشخط عصبي معاها ومعاهم طبيعي في مثل هذه الأمور أو في أي مشكلة حياتية إحنا بنقابلها لازم الإنسان يدور عن الأسباب الحقيقية ورق الشخص الغضوب ده هل متحمل أشياء كتير في قطقته؟ يعني هل هو مثلاً إحنا ضغطين عليه؟ هل إحنا بنكتل عليه في البيت مثلاً لما بيرجع؟ وهل إنه هو مثلاً عمل وشاق جداً؟ يعني كل الأبحاث الأمور دي ندور فيها حتى لنظلم من أمامنا لكن هي مهش يعني حتى لو كان هناك أعباء كثيرة هي مش مبرر أبداً إنه هو كل تعاملاته مع أولاده تكون بالزعيء وبالشخط وبالصوت العالي لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الرفق في التعامل مع كل شيء فقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه فلازم نكون رفقاء عشان نصلح الزرية ولا نضيع من معنا وعلينا بالذكر وكثرة الدعاء بأن ربنا يشرح صدر ويسكن فؤاد ويهدئ من هذا الغضب والصدقة نتصدق